السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب عواشركم بروكاة البنات والله يدخل ليكم رمضان بصحة والسلام و باش ما تمنيتو مرحبا بكم في قناة عالم ام ايا في فيديو جديد وصفة جديدة اليوم البنات سوف نشارك معكم سلو اقتصادي وخاء اقتصادي البنات يجي بريستيج شي حاجة زوينة زوينة بزاف كي يجي معلك كي ما كتشوفو هدي يعجبكم بزاف من اول جريبة غاي صدق معاكم خليكم مع الفيديو حتى الاخير ما تنسونيش من لايك اللي اعجبكم فيديو ولأول مرة كيشوفو القناة مرحبا بك اختي اشتركي وضغطي على زر اشتراك باش يوصل كل جديد خليكم مع الفيديو حتى الاخير وتابعوا المقادير وطريقة تحضير هنا هي البنات غادي نحتاج الكيلو ديالتقيق لمحمر ومغربل من قبل كما عاودتكم البنات دائما تنحضر المقادير المقبل بس ما يجيش الفيديو طويل هنا هي البنات غادي ندير 250 جرام ديال اللوز اللي محمر مطحون مطحون بحال املو البنات داروري تستحن مزيين وهنا هي غادي ندير 300 جرام ديال الزنجلان اللي درت هنا نص مطحون مزيان مسحوق ونص خليته مهرمش وهنا هي البنات عندي 200 جرام ديال الكوكاو اللي محمرته هو ومطحون مزيان كما كتشوفو بالنسبة المقادير البنات هنا نخليكم في صندوق الوصف وهنا هي البنات عندي 200 جرام ديال السكر سقيل تقدروا تصغنوا عليه الى ما بغيتوش مهم على حسب كل الضوء ديال كل واحد هنا هي البنات عندي معلقة كبيرة ديال القرفة بلدية وعندي معلقة ديال حبة حلاوة كل شي مطحونة البنات ومغربة على اليد ومعلقة كبيرة ديال النافع وهنا هي البنات غاد ندير واحد شوية ديال مسكال حرة وحكاية شوية ديال حبيبات قلال من بعد غاد نسحقهم مع شوية ديال السكر سقيل وواحد شوية ديال القوزة من بعد غاد نحكا هنا يا البنات غاد نشارك معاكم واحد السر اللي لا نظن كل شي كي يديرو سير زوين زوين البنات غاد ينفعكم بزاف وغاد تشكروني لي الى جربتوه غاد تلاحظوا الفرق هنا البنات عندي معلقة كبيرة ديال البخاليني او النكهة ديال البخاليني الى عندكم البنات ستعملوا هفصل لورة كجيز زوينة بزاف هنا ينصطر ديال الزيت هنا يدر تغيس زيت مدم سلق اقتصادي سنضيره غير بالزيت هنا شوية الملحة وهنايا كما قلت لكم سنضحن المسكة الحرة مع شوية ديال السكر السقيل هنا البنات كوشي عندي موجود سنضير شوية الملحة على ذكا الدقيق سنخلط جميع المكونات هنا البنات بالنسبة للوز سنضرت كما قلت لكم 250 جرام طحنتها و سنزيد من بعد سنزيد تقريبا 150 جرام المهرمش مهمة البنات المقادير كاملة سنضيفهم في صندوق الوصف بالضبط هنا زنجلان تأول البنات سنزيد 150 جرام مهمة البنات سنضيف سنزيد من بعد المكونات سنزيد كما قلت لكم لديكم السر بخاليني يجب التعليق يجب التعليق يجب التعليق سنعجب سوف نضيف المكونات ونخلط عادي بالنسبة للسكار خليت واحد شوية حتى نشوف القياس كما قلت لكم هذي 200 جرام ديال السكار ديال السكار بالنسبة اللي يبغي نقص الحلاوة لا مشكلة هنا سوف نخلط ملعقة الخشبية من بعد سوف نخدم يدية ضروري البنات نديروا يدينة في هذه الوصفة لكي ندلكم جيدا ونعرفوا الخدمة كيفية جيدة سوف نستعمل يدية يدين صراحة وملي كي تعرف بهم وكتدلكم جيدا كما تشوفوا العملية سهلة اي وحدة لكي تعرف هذي الطريقة مهم يعني اي البنات كان غادي نزيد شوية زيت غير نصف الكمية من بعد غادي نبقى نخلط ونشوف واش باقي غا نزيد ولا يخصني مهم على حساب كل دقيق لكي نطقيق اللي كي يشرب مهم انتو ما حتى تشوفوا انا اعطتكم القياس اللي كي يجي العبار الى الاخسكم غا تزيدوا الى مكان هو هذك على حسب انتو ما تتحكموا فيه سوف ندلكم جيدا الى الى العملية سلو الى شغل دياله وودلك قدمت اي وعدك اي تقليقا وادك اي تقدمها كما تشوف تقدرو انتعاونوا بالعجانة لبنات انا ما استعملتها العجانة لبنات تاييرا كتحيد هذي المحين هنا احيت عندي الكمية قليلة لا استعملت سوف نزيد 150 جرام اللوز المهرمش مع 150 جرام الزنجلان سوف نجعله لكي يكون حرش و لا يكون ملس بكثير سوف نجعل الزنجلان تهواصين سوف نجعل الزنجلان سوف نبدأ الوقات سوف نزيد من اللوز المقلي سوف نزيد وريدات بالورد يبقى لكم اختيار كما بغيته هنا نقدم معكم واحد شوية كتا تشوفو تيجي معلك البنات كيجي زوين 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 غادي يعجبكم بزاف ما كيجيش ادكس اللولي كيلسق في الها ولا بالعكس كيجي حرش وسهل في الهضم كانت مني يعجبكم البنات قاع لي لي جرباتوا البنات تخليلي تعليق وما تنسوش البنات ما فيها باسيلا خليتوا واحد لايك واحد الكومنتر ضروري تشجعونا بهذا التعليق كانت مني يعجبكم في الفيديو لا تنسوش من لايك واسلام عليكم تلقى في فيديو جديد